النهاردة بإذن الله تعالى ما زلنا في نفس الموضوع ألا وهو التضارب في الرويات الشيعية التضارب في الرويات الشيعية يصب في مصلحة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الآن قالوا أن أبا بكر وعمر وعثمان ضربوا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ثم نجد عند الشيعاء أنهم أيضا يقولون أن سيدة فاطمة ذهبت إلى أبي بكر الصديق لتطالب بأرض فدك وكان هناك حشد من المهاجرين والأنصار فعندما تكلمت السيدة فاطمة أجهش المهاجرين والأنصار في البكاء حتى سمع نحيب المهاجرين والأنصار فالله أكبر يعني كيف المهاجرين والأنصار اكتمعوا على ضرب فاطمة رضي الله عنه أرضاها أمس واليوم تذهب فاطمة سليمة معافة وتذهب إلى أبي بكر الصديق وهناك حشد من المهاجرين والأنصار وكلهم بكوا عندما تكلمت فاطمة حلها لنا يا شيعة عايزين حل للمعضل دية كيف ضربوها بالأمس واليوم تذهب إلى أبي بكر الصديق لتطالب بأرض فدك ليس فيها كسر ليس فيها ضرب ليس فيها إسقاط ليس فيها ليس فيها إلى آخر هذه الأقوال هل يستطيع أحد من محمم الشيعة أن ينقذ عوام الشيعة من هذه المسألة وإلا فوالله ليس لها منقذ لأن لو معمم الشيعة يعلمون أن هذه الرؤيات صحيحة لدافعوا عنها باستماتة ولكنهم تركوا لنا العوام يتخبطون ولكن أنا أقول للشيعة العام يا شيعي شغل دماغك الله عز وجل أعطاق عقل لتفكر به لتفكر به فسبحان الله كيف مضروبة وكيف تذهب إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتطالب بأرض فدك كيف يعني إحنا عايزين نعرف نحلها إزاي كيف مضروبة وكيف تذهب وكيف يجهش المهاجرون الأنصار في البكاء وهم اللي لسه ضربينها مبارح يعني ضربوها مبارح ويبكوا من كلامها النهاردة اشلون يعني ما تدخل العقل البشري فالله المستعين فعايزين للمسألة حل هل عندكم حل الله المستعين والله أنا قريت يا أخوانا في أحد المواقع الطبية أن كسر الضلع بيحتاج من 3 لأربع أسابيع للشفاء من 3 لأربع أسابيع للشفاء يعني حوالي شهر يعني تمام عشان الواحد يبقى معافى من الضلع للكسر وطبعا الإسقاط يعني عايز له مثلا متى حوالي شهر ونص اللي حاجة مش تاني يوم يعني مش تاني يوم ممكن الأطباء فاهمين الكلام ده كويس ثلاث أسابيع عشان المرأة أو الرجل يشفى أو أربع أسابيع يعني شهر عشان يشفى من كسر الضلع فالله المستعد فيا شيعة عايزين نعرف الحقيقة فين حاول تفكر يا شيعة شوي سيدة فاطمة رضي الله عنه وردها مضروبة أمس أبي بكر وعمر وعثمان كسروا أضلح أمس زيما كما تدعون والنهاردة رح تطالب بأرض فدك يعني أنا بس إذا أفهمش حاجة ترائد في دماغي دلوقتي تمام يعني ما هي الثقة التي جعلت السيدة فاطمة تعتقد أن أبا بكر الصديق سيعطيها أرض فدك يعني إش لون يعني يعني أنا مثلا دلوقتي جماعة دخلوا علي دغدغوني وما عطوا الجوزي الخلافة لأ ورحالهم أنا عشان كمان يدوني أرض فدك إش لون يعني أنا نفسي أفهم إش لون واحد يجي شيعي نبيه كده أقول لك آه هي راحت هناك عشان تقيم عليهم الحجة تقيم على مين تقيم علي الناس اللي لسه ضربينها يعني تقيم الحجة على مين يا شيعة فكروا شوي تلاتين ألف مرة بقول لكم فكروا شوي بيضحقوا عليكم والله بيضحقوا عليكم هي راحت تقيم الحجة على مين راحت تقيم الحجة على اللي ضربوها يعني لما ضربوها لم تقيم عليهم عليها الحجة لم تقيم عليهم الحجة لما ضربت سبحان الله اختصاب الخلافة لم تقم بيه الحجة ضربها لم تقم بيه الحجة طب يا رحل يا شيعة يا شيعة يا شيعة فكروا شوية شغالوا دماغوا شوية شغالوا دماغوا لربنا عطاه لكم بلاش شوية شوية بس شوية لله لله